اشتركوا في القناة هي مجرد اداة لخدمة الرجل وعربنا على حسب التشريع الاسلامي وعلى حسب القرآن وعلى حسب السنة والاحاديث وعلى حسب حياة المسلمين الاوائل والمسلمين في الوقت الحاضر ان المرأة في الاسلام ليس لها اي قيمة احنا نشوفوا ياسر دول العربية اسلامية اللي الشريعة الاسلامية ماهيش تتطبق مياه في المياه وشوفنا كيفاش المرأة تعاني من سيطرة الرجل ومن تجبره ومن القوانين الجارة اللي ضد المرأة فما ذلك بالدول اللي تتطبق الشريعة كما في السعودية كما في ايران وكما في افغانستان والصومال والسودان الامرأة تحت مستوى السفر ونظن هذه المسألة واضحة وفهمناها وان الاسلام عمره ما كرم المرأة وعمره ما رفع من شأنها بل جعلها مواطن من درجة تانية لخدمة الرجل في الدنيا وفي الآخرة هذي مسألة باطر توقف سلسلة بتاع الفيديو هذية بش نبدأ ونحكيه على موضوع مع انت ياسر مهم بالنسبة لي على كل حال وبالنسبة لياسر هي حياة وشخصية محمد ابن آمنة الذي يدعي ويدعي المسلمون انه نبي الاسلام وانه مرسل من طرف الله ونحاولوا بش نعرفوا من قريب هذي الشخصية اللي شبه اسطورية واللي قدسها اليوم اكثر من 1400 مليون مسلم وهذا التقديس دايم اكثر من 1400 سنة من اول من ظهر الاسلام وظهر محمد لكن هوني عنا عديد من الاسئلة نحاولوا بش نفهموا بها شخصية محمد ابن آمنة وخاصة قبل ما يدعي النبوع فما بعضهم بالحق فما بعضهم يشكك يشكك في وجود هذه الشخصية كما يصفها الاسلام ولكن ما هو اكيد انه محمد ظهر ظهر في الجزيرة العربية ولكن اللي ما هوش اكيد انه كيمة مذكور في المصادر الاسلامية وكيمة يقول عليه الاسلام انا حسب رأي انه تم المبالغة في هذه الشخصية ويظهرها على شكل يخدم مصالح المسلمين اللي جاءوا من بعضهم وليتكلموا باسمه وعنا في الحقيقة يا سب من الاسألة نحاول ان نجيب عليها بكل اوضوح من خلال هذه السلسلة من الفيديوهات ونحاول كالعادة ان نكونوا امينين في نقل المعلومة وصادقين الى اقصر تحديد باستعمال العقل والضمير والامان قبل ما نبدأ بالحديث على محمد ابن امنة لازمنا نعرفه انه ما تم حتى مصدر غير اسلامي يتكلم على محمد لا وقتها كان موجود لا بعد ما توجد فترة قليلة يعني كل اللي نعرفه ان على محمد هي من مصادر اسلامية بحتة هذا هي معانتها مسألة واضحة ما معاناش حتى مصدر حبشي او بيزنطي او فارسي يتكلم على ظهور نبيه في جزيرة العرب بدأ الكلام عن هذا الظهور بعد ما مات محمد وبعد ما خرجوا الجيوش الاسلامية من جزيرة العرب لفتح فارس وفتح اوروبا اوروبا والشرق الاوسط وفتح شمال افريقيا اذا هذه مسألة ياسر معقدة فانت اي واحد يدرس التاريخ يرجع لفترة محمد يبحث في الحضارات اللي موجودة قرب الجزيرة العربية مفهما حتى واحد يتكلم على ظهور نبيه ولا شخصية ورغب اللي معنتها الشعوب اللي كانت دير الجزيرة العربية كانت شعوب متطورة وشعوب يعني تكتب كل شي يعني تكتب حروبها تكتب الاحداث اللي يصيروا حولها الحادث يعني كان كل شي مكتوب ولكن مع الاسف لم نجد ولا مصدر غير اسلامي يتكلم على محمد المصادر كما قلت لك الوحيدة اللي عنا هي مصادر اسلامية وبالطبع عنا القرآن والاحاديث والتاريخ الاسلامي لكن رغم كل المحاولات كل المحاولات اللي قاموا بها المسلمين بعد محمد لاختاح حقيقة محمد وتزوير التاريخ وهذه مسألة مسلمة فيها وحنا نعرف اللي التاريخ يكتبوه المنتصر كما يريد فالمسلمون الأوائل كانوا منتصرين وتغلبوا على حضارة الفرس وحضارة البيزنطيين وحروا كثير من الأراضي في فترة محاولاتها واجيزة جدا وبعدها بدأت تستقر الأمور في العالم الإسلامي بدأوا يكتبوا في التاريخ وبدأوا يكتبوا على شخصية محمد من اللي عندهم من منقول وبدأوا ينقحوا ويظهروا فيه على أساس إنه نبي معصوم غير قابل للخطأ وبالطبع هذه الكتابات اللي عندنا معانتها عندها أكثر من ألف سناء رغم محاولتها معانتها لإخطاء الحقيقة حقيقة محمد وهذا الشيء طبيعي وهما كتبوه معانتها عندهم فترة طويلة وما عاودوش نقحوه يعني كتبوه على حسب عقلية العصب اللي كتبوه فيها يعني بعد طترت معانتها تقريبا خمسين إلى مئة سنسنان من موت محمد كتبوه على حسب العقلية هذيك يعني يتكلموا على حاجات يعتبروها مقبولة في هذك العصر لكن الوقت نجيو نرجع وتوه فمثل نرجع وتوه للوقت الحاضر نجموا ننظروا من خلال الآيات القرآنية اللي موجودة ومن خلال الأحاديث اللي تم نقلها نجموا نفهموا شخصية هذا محمد شكون وكيم يقول مثال تونسي السارق يغلب الليحاحي الليحاحي هو الليحبي يخبي دبشو ولا يخبي ذهبه والسارق مهما حاول الليحاحي بشي خبي السارق يتطلع له الحاجة اللي يخباها ونجم يسرقها له ونحن نقوله هوني مهما حاول المسلمون الأوائل لإخفاء حقيقتك محمد على أساس إنه إنسان كابل ومعصوم وإنه جاي من طرق إله عظيم التاريخ الآن الإسلامي عندما يتم دراسته على ضو العقلية والعلم والمعرفة الإنسانية التي وصلها الإنسان اليوم نفهمه أن محمد بن آمنة ما كان إنسان عادي مش كيما ينصفوه المسلمين على حسب عصره إصحية وما ننكروش هذا قام بتغيير كبير في القبائل العربية في الجزيرة العربية ولكن ما هوش وحده هذه لازمنا نفهموها يعني الكل شاركه واللي معاه ولا اللي بعده من أجل بناء الإسلام من الجموش ونقوله محمد هو وحده لجل الإسلام هذا مش صحيح اللي يحول كل سواء من الصحابة سواء من عمر سواء من أبو بكر سواء من عالي سواء من معاوية سواء بكلهم أدون حتى معاوية والهشميين وكل القرشيين وما يسمى بالأوس والخزر بتاع المدينة وبعد لمات محمد الأشخاص اللي يجوا بعد محمد لكلهم شاركوا بشيركزوا على هذه الشخصية وبشيركزوا على إن الإسلام دين حق جاي من عند الله هذي مسألة واضحة واضحة وباينة للعباد بكر إذا نحاولوا توا نفهمه نسألوا سؤال سؤال أول في هذه الفيديو بش نحاولوا ما نكونوش طوال ياسر يعني نطولوش خطر هي عبارة على مقدمة نحاولوا نفهمه بها شخصية محمد بن آمينة سعى أقبل كل شيء ما قلت لكم أقبل حتى ما هو قبل الإسلام تم تزويره من طرف المسلمين صحيح وسلونا أشعار جاهلية ولكن حتى هذه الأشعار تم التشكيك فيها لأننا نعرفه محمد ما هوش طلع بالأرض هكاك يعني اظهر في بيئة قبلية واظهر في منطقة من جزيرة العربية معروفة اللي هي مكة واللي هي النجم نقوله السانتر يعني الوسط منتع العالم العربي وكانت معانتها مكان تجارة ومكان نجم نقوله ما نقوله حضارة وإنما معانتها مكان يجمع كل القضاء العربية على اختلاف أشكالهم ومكان عبادة ومكان حج للعرب مهما كانت القبيلة تحج إلى مكة وكانت معروفة مكة كمركز اقتصادي وكمركز ديني معروف قبل الإسلام وكانوا الشعراء يجي وكان معانتها هذا الشيء معانتها كل معروف مش لازم يعني معانتها نرجعوله تكلمنا فيه من قبل احنا هوني غير حابين أن نعرفه قبل الإسلام من مصادر الإسلامية شيء طبيعي شنوه الجزيرة العربية الجزيرة العربية كما قلت لكم كانت قبائل 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 تناحط تقاتل كل شيء وفما قبائل كبيرة موجودة في مكة سيطرة القراشيين وفما قبائل في المدينة وكانوا كثير من الأديان والملل والنحل كانوا فما موجود اليهود اللي هربوا من البطش منتع الحروب الفارسية الجزانطية وهناك المسيح وهناك النصرانيين نصرانيين اللي يتكلم عليهم الإسلام وكانت حتى اليهود مش ملة وحدة ياسر ملل والمسيح والنصرانيين ياسر ملل وكانوا الصبايين وكانوا الزردشتيين وكانوا الموحدين وكانوا ما يسموا بالمشركين عباد الأصنام اللي نعرفوهم هو بل وغيرها هذا مع أنت المسألة واضحة وفي هذه الفترة كان العالم العربي الجزيرة العربية تعيش من بين حضارات كبيرة يعني حضارات الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية حتى من جهة إفريقيا كانت الحبشة كانت مهمة يعني من ناحية السياسية كانت معروفة مع أنتها ومهمة بينما المنطقة الوحيدة في تلك المنطقة اللي تعيش نوعا ما من الفوضى أو من الحرية فما بعض يسميها الفوضى وإنما أنا أسميها حرية لأن كانت هناك حرية لا معنطها غير موجودة في بقية الدول الأخرى كانت دول الأخرى كانت نجم نقوله ديكتاتوريات تحكم وملوك تحكم بينما في الجزيرة العربية كانت هناك نجم نقوله ديكتاتوريات صغيرة صحيحة نوعا من الفوضى لكن كانت ثم حرية اجتماعية وحرية نوعا ما سياسية وحرية معنطها في الشعر والكلام والتعبير كانوا العرب يجيوا ويلقوا الأشعار بطاعتهم ويتكلموا بكل حرية يعني هذه مسألة واضحة وبين معنطها العبد اللي حتى كما قلت لكم يعني من المصادر الإسلامية نفسها يلاحظ أن العرب ما كانوا كما يقال عليهم جاهليين ومتخلفين ومعنطها هذه فكرة فكرة غالطة فكرة غالطة معنطها ما عندها حتى أساس من الصحة نعرف وكانوا يبدعوا في الشعر وكانوا يعبروا احترام المرأة واحترام فمت يسحجت وكانت العربية ليس لهجة واحدة يعني لم يكن رهجة واحدة كانت يسر لها جاد كل قبيلة لها لها جابتها وعندهم الحرية ومشبور يلتزم بالقوائد العربية اللي موجودة في منطقة معينة هذه معنطها مسألة معروفة ومفهومة يعني ماهيش معنتها كما نقول وإحنا يحتاج يسر بحث توجد تشوف العرب يبدأ يعربد ويقول لغتنا العربية وما لغتنا العربية ولغة القرآن ولغة الله ولغة فمت ويعتبر هذه اللغة عبارة على مقدسة ولغة الملايكة ولغة الجنة ويجعلها يعني اللغة العربية في مرتبة تسمو نحوها كل اللغات هذه فكرة خاط أو خطيرة هذه فكرة نوعا ما عنصرية هذه فكرة فكرة عنصرية أنك تجعل العربية فوق الجميع هذه مثلة معنتها واضحة صحيح أن هذا الفكر أن اللغة العربية ظهرت في اللول هي السبب المباشر في التطور اللغة العربية ووصلت إلى ما وصلت إليه لأن كل اللغات تطورت على حسب منهج معين اللغة العربية تطورت على حسب القرآن هذه مثلة مهمة هذه اللغة كانت متأخرة وتظهر محمد ما كانت حتى فيها النقط كانت متأخرة جدا بالنسبة للغات الأخرى هذه قواعد ما فيها حتى شي كانت فمها النجم ونقول وإحنا حتى الكتابة متاحة ما كانت واضحة يعني ما كانت الحروف تم إضافتها إذن معانتها هذه المثلة معانتها متاع اللغة العربية كيفش تطوروها باش تناسب القرآن وباش تناسب الدين الإسلامي يعني تم تركيبها على حسب الدين الإسلامي يا راك علاش أنا دي منقول حرروا اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي وطن نرجع كما قلت لكم قبل التاريخ الإسلامي قبل المزور الإسلام نعم اللغة العربية هي لغة الأحرار من سكن الجزيرة العربية لغة تعبر على داخل الإنسان البسيط اللي يعيش في الصحراء بعيد عن بقية حضارة العالم تشتفيها الكرة تشتفيها الحب تشتفيها الحرب تشتفيها السلم تشتفيها الغزل تشتفيها الجنس تشتفيها النقد تشتفيها الفخر يعني تجتهى المدح كل أنواع الأوصاف الإنسانية تلقاها في اللغة العربية وهذه اللحظها في الشعر كما قلت لكم كانت اللغة العربية لا تلتزم بالقواهد القاعدة الوحيدة اللي كانت تلتزم بها هي الرنة في الأذن وحسن التعبير والتعبير من الداخل ومن الخواطر أذكر لماذا اللغة العربية مع أنت بشنكون ومع أنت واضحين أبدعت في المجال الشعري وفي مجال القصيدة رغم أنها لا تلتزم قواعد وكانت جدا متأخرة على بقية اللغات الأخرى من ناحية الكتابة والنحو المتكلم باللغة العربية كان يتكلم ببداها حتى القرآن في اللغة الجاكة بداها يعني هو باهي صحيح القرآن في جانب السجع ومنحبش أن ندخل في حكاية العربية ما حبيت أنفهم حاجة مهمة جدا أن الوضع في الجزيرة العربية كان عبارة على الوضع نوعا ما ما نحبش نقول فوضى وإنما من الحرية في جميع المجالات وفي هذه الفترة بالذات ما نعرف وإقتراب اليهود وإقتراب النصارى ما نحبش نقول مسيح النصارى للشعوب العربية أوقعت نوعا ما فكرة توحيد هذا من العرب وبالفعل انتشرت في الجزيرة العربية في ذلك الوقت فكرة كما تومت نقول وحنا المهدي شخص بشي جي بشي واحد العرب على حاجة تجعلهم يعني أمة كما الأمم الأخرى يجعلهم كما الفرس يجعلهم كما البيزنطيين كما الحبشة يجعلهم يعني عباد عندهم شخصية مش يجذبوا فيهم الرومان والفرس يعني مشبورين بشي يكونوا مع هذا ولا مع هذا بشي يحصلوا على الحماية متاحهم إذن من هنا انتشرت فكرة أن هناك شخص بشي جي يوحد العرب والمحاولات وقعت من عهد إمرو القيس فمن تقريبا مئتين سنة قبل ميجي محمد مئتين سنة قبل ميجي محمد فكرة توحيد العرب ولكن المشكلة والسؤال كيف يتم توحيد كل هذه القبال وبتحت أي قبيلة يتم توحيدهم وانتشرت الفكرة هذه فمع ياسر عباد ما يعرفوهاش أن هناك نبيب شي جي اسمه محمد هذه المشكلة معروفة وحتى واحد ميجيت ينكرها حتى أن تجد عند النصارى مش المسيح النصارى يعني كتبوا هذا الأسل في الكتب متاحهم وسماو الشخص اللي بشي جي كيمتوا احنا نقولوا واحد بشي جي اسمه المهدي يكفي أنه واحد يفكر وياخذ هذه الشخصية ويحاول يحقق هذه النبوة اللي تنبؤوا بها مش تنبؤوا بها هما اتمناوها حاجة منتع توحيد العرب مش ميبقاوش بشكتين وهذاك عليش كينجي نرجعه قبل محمد فما يسمي يعرفوش اللي اسم محمد مش محمد هو أول واحد من تسببه وتنرجع للتاريخ الإسلامي ومصادر الإسلامية أن نتقوا أن هناك ستة أشخاص حملوا اسم محمد قبل محمد هذه نعمتها مسألة واضحة وأنا نعمتها الأسماء هدوما متاع ستة أشخاص نحطهم لكم يعني فيه وحدة واضحة بش تشوفوهم أسماء متاحهم هادو من الكل هم تسميه محمد على أساس إنه واحد منهم يوحد العرب تسميه محمد يعني هذه هي مسألة معنتها مسألة واضحة معنتها مش محمد أول واحد من سمابيل تفهموا اللي محمد مش أول من سمي محمد بل هناك من سمي قبله وحتى يعيتون لهم المحمودون في الجاهلية وكل واحد يسمي ولده محمد كان الأمل لهم إنه يكون هاداك هو موحد العرب حتى جاء حتى جاء محمد ابن آمنة لسما أوه وإنه ما يعني أوه يقول لي هو ما اسموش محمد في اللول ما اسموش ما اسموش ما اسموش ما عمدها امه امو ما اسمتوش محمد في اللول وإنما كان عنده اسم آخر ونرجو جاء معنتها من المصادر التاريخية نجد هذه المسألة واضحة أن ياسر أسماء لمحمد واختلاف من بناتهم لكن أسماء ياسروا لكن محمد هو الذي يضغى ونرجع للقرآن كما نرجع للقرآن ننقوم اسم محمد في القرآن وهذا دلالة للتأكيد على أن محمد اسم محمد على أساس يمكن ما كان اسمه محمد وقت قبل ما تجيه الدعوة هذه مع أنت مثل واضحة وبينة فهمت العبادة الذين يحبون أن يدرسوا التاريخ كما قلت لكم نحاول أن نحكي لكم بكل بساطة وبكل عفوية وبكل موضوعية كما تباعد من أنتم تبحثوا إذن من هنا نبدأ هذه السلسلة من الفيديوهات هذه عبارة على مقدمة بسيطة جداً ونحاول في الفيديوهات القادمة لنطرح عديد من الأسئلة حاول اسم محمد أو أسماء محمد ومتى تم تسميته طريقة نهائية محمد ونحاول أن نفهم تاريخ هذا الشخص شكون أمه؟ شكون الإسلامية الدعي على عبد الله اسم النبوه؟ شكون هذا عبد الله؟ شنية القبيلة متاعه؟ شكون جد جده؟ شكون جد جده؟ ونحاوله بش نفهمه من خلال هذه السلسلة تاريخ محمد من قبل ما يجيه ووقت اللي جاء من بعد كيتاش عاش الفترة عام المصادر ماكسها الإسلامية قبل ما يد عن النبوه بعد أربعين سنائة يعني فما فترة يعني تقريباً هنجم نقوله أربعين سنائة من حياة محمد مجهولة مجهولة كلياً يعني ما نعرفوش عليه مع انت شنوه كيفاش كان يعيش يعني الحاجات اللي نعرفهم هي مع انت حاجات قليلة لكن وعندما نرجع للقرآن ونرجع للأحاديث ونرجع للتاريخ ونقبه في التاريخ ونحاوله بش نظمه نعرفوا اللي هذا الإنسان كان إنسان عادي جداً وتم تحضير لهذه المهمة لتوحيد العرب باسم دين لأن الأشخاص وقتها فهموا أن العرب لا يمكن أن يتحدوا إلا بدين وعندما يقول القرآن دي ما نرجع للقرآن يعني كل شيء موجود في القرآن يسر حاجات حقائق موجودة القرآن وهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم هناك كلمة الأمي لو نرجع للتاريخ ونقرأ ونفهمها ليس الذي لا يعرف القرآن والكتاب وإنما الذي ليس له دين سماوي فكانت العرب ليس لها دين سماوي كانت الفرص عندها الزردشتية وكانوا البيزنطيين عندهم المسيحية وكانت فما اليهود عندهم اليهودية بينما العرب الحبشة عندهم المسيحية بينما العرب حتى دين عندهم أديان مختلفة وهذا يحقيق حجباليا يعني أنهم كانوا في العرب عند العرب كان فما اليهود المسيحي على اختلاف مدبابهم عباد المشركين غيرهم عباد هوبل كان كل واحد عنده الإله بتاعه يعني فما حرية عقائدية وحرية دينية واضحة اللي لعبت وقتها فيهم إن العرب لا يمكن أن يتحدوا إلا بجين ومن هنا جاءت فكرة أن هناك سوف يظهر إنسان اسمه محمد وسوف يوحد العرب وتسميه ياسر باسم محمد على أساس أنهم هم يوحدوا العرب ولم يوحدوا العرب وجاء محمد باسم غير محمد وتم من بعد ذلك تسميته محمد وتم التأكيد على ذلك في القرآن بشي يقصد القرآن وليه وحي إلهي هو اللي سمناه معانتها محمد ومن هنا نفهم إن محمد الهدف متاعه الأول والأساسي الذي جاء أو الذي تم التحضير له من أجله هو توحيد العرب تحت دين واحد اللي من بعد تسمى الإسلام وتحاولوا بشلفهم خلال الفيديوهات الأخرى علاش تسمى الإسلام وكيفاش عاش محمد قبل الدعوة قبل النبوة وكيفاش عاش في مكة وكيفاش عاش في المدينة وكيفاش مات والأعباد تتعارق في السقيفة على الخلافة وخلوه ثلاثة أيام ملوح حتى إن هذا تطلع ريحته بش يوريك معانتها اللي كان الهدف معانتها الوحيد هو سياسي بحث مية في المية من ظهور الإسلام في الجزيرة العربية ولي من بعد تحول إلى دين عالمي من أجل عالمي إمبريالي من أجل القضاء على كل اختلاف موجود بين البشر وجعلهم تحت راية الإسلام وتعريب الشعوب فهو دين قومي عنصري الهدف هو منع الاختلاف تحت راية الإسلام وهذه المسألة واضحة ونحاول نعرفها في الفيديوهات القادمة وشكراً ومع فيديوهات القادمة حول تاريخ محمد ابن آمنة وتنقلكم عليش أن أكد على محمد ابن آمنة في الفيديوهات القادمة وبسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر